السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا اتعرف المرة دي على كيف نعمل اكوزيشن في الويندوز في الويندوز في عمدينة تولز هنستخدمها في الويندوز ممكن من خلالها نعمل اكوزيشن التول اللي هنكلم عنه النهاردة اسمها Access Data FTK Imager وتقدر تدولود النسخة ديت من الموقع الرسمي بتاع Access Data FTK مجانا بدون اي مقابل النسخة بتعبير لها تثبيت عندك مفيش في اي مطلبات صعبة وزارة تمشي مع Next وتفتح النسخة بطلع معك الشاشة ديت نحن نعمل اكوزيشن ناخد نسخة من البيانات اللي موجودة عندنا هنا ايكونات موجودة جهازية ادي الايكونا بتاعت Create Disk Image لو انت عاوز تضيف Evidence Item او بيانات وبرضه من قيمة File تقدر تعمل Create Disk Images برضه من ضمن الخيارات الموجودة هنا لو انت عاوز تعمل Capture Memory لو فاكرين Live Acquisition اقدر عمله من خلال هنا الحاجات المحمية في الواندوز مثل Registry او فايلز بتاعت اليوزر اقدر عملها برضه برضه من خلال ايكونات نحن نتكلم على ديسك ايميج بضغط على ايكونات انت عاوز تعمل اي نوع هل هو Logical Drive موجود على CED او Physical Drive متكلمة فاكرنا فاكرنا ابقل فاكرنا فاكرنا ايه فاكرنا و الا اعتبار ان ايضا اتبار انه ارتبع كلا سوف نرى كل الـ Physical Drives المتصل لديك و اجيبها لك لديك 3 ديسكس 42 ميجا 4 ميجا وهو 10 ميجا وهو Target اللي نضع عليه النسخة سوف نقوم بإمكانه نقوم بإمكانه نقوم بإمكانه نقوم بإمكانه نقوم بإمكانه نسخة هناك ميزة في الـ Tools يمكن أن تقوم بإمكانه أكثر من نسخة ويجب أن تكون أقل لديك 2 إمكانه وكما 2 مختلفة 2 مختلفة نضيف أول إمكانه هذه المتاحة في التطبيق لاحظ أن الأولى و الأخيرة هي الـ D و EFF و الـ Smart و EF اللي هي الإنكيس نقوم بإمكانه نقوم بإمكانه و ترى الفرق أبدأ أسجل الـ Data اللي أنا أريدها بتاعتي أقول له مثلا الـ Case 01 الـ Evidence Number 1 الـ Description USB Examiner WeNotes Captured First Abril و Next و أبدأ لديه و أبدأ لديه و أبدأ لديه الـ Target Folder و أقوم بإمكانه و أقوم بإمكانه و أقوم بإمكانه و أقوم بإمكانه اسم الفائل من غير الإستانشن فأنا نسميه USB image إذا أقوم بإمكانه إنه يوجد إمكانه لديه خيرات لديه إبقال هنا فقم بإمكانه فقم بإمكانه أجل الملف و أقوم بإمكانه فقم بإمكانه و إمكانه و إليه و إمكانه سأقوم بإضافة أول إيميج سأقوم بإضافة كمان إيميج سأخذها AFF سنلاحظ الفرق الذي يظهر كمان شوية Case 01 Evidence Number وهو وهو و نفس البيانات و First April و أحد الفولدر نسخة سأخذها و سأخذها و أيضا الموجود في البيانات سأخذها Image USB و و لاحظة هنا فتح لي تحت Compression و أدخل البيانات و أقدر كمان أضغط البيانات و أقدر كمان أقوم بإنكريبشن تشفير لتحضر تعمل 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 هذه الهاش بيحسبها لك بأكتر من خوارزمية ويعمل لها مطابقة مع النسخة اللي عملها ويديك النتيجة كمان تحتها يبقى حسبها بالمد 5 وحسبها بالتشاون والدانا النتيجة ومالقاش كمان بتسكتورز أثناء الشغل ده الامج الأولانية لـ USB image ولو روحنا للامج التانية لـ USB AFF هنلاقي نفس الكلام حسب للهاش وده أيضا تعمل الفريفكيشن بـ 2 هاش ميثودز حسبها بالمد 5 وداني النتيجة تحتها ليس محتاجة أقارن أنا وقال لي match ما عندكش أي مشاكل ويديني سامري بعدها بيخلص لأنا رحت للفولدر اللي في الامج بتاعتي على الـ E هلاقي الـ Case 1 وهذه الامج فايل وعمل اللي جنبها الميتا فايلز فايل هايات اللي أنا كنت كتبها أثناء جمع والملخص اللي كنت كتبها هي وده الملخص السامري بتاع الـ Acquisition نفس الكلام نحنا شوفنا هنا هنلاقي نفس الكلام عمل لنا برضو الملف بتاعنا هو USB AFF وبرضو راح عمل لنا لول اللي الميتة ديت بتاعتي موسيقى موسيقى موسيقى